بعد ما عرفنا ان الجهاز العصبي بيتكون من جهاز عصبي مركزي وجهاز عصبي طرفي وقلنا ان الجهاز العصبي المركزي بيشمل التركيب اللي بتكون موجودة في مركز الجسم وهما الدماغ والنخاع الشوكي فاضل كده الجهاز العصبي الطرفي ومن اسمه بنفهم انه بيتكون من الاعصاب الطرفية بيشمل كل من الاعصاب الدماغية واللي بيكون عددهم 12 زوج من الاعصاب 12 زوج يعني 24 عصاب والعصاب دي بتتطرف من الدماغ عشان كده يسمها العصاب الدماغية والنوع الثاني من العصاب وهي العصاب الشوكية وعددهم 31 زوج من العصاب اللي بيتطرفوا أو بيخرجوا من النخاع الشوكي العصاب دي سواء كانت الدماغية أو الشوكية بتنتشر في الجسم كله علشان تربط وتوصل ما بين الجهاز العصاب المركزي وما بين جميع أجزاء الجسم فبا كده دور الجهاز العصبي الطرفي هو أنه بيربط الجهاز العصبي المركزي بجميع أجزاء الجسم تعال الأول نراجع يعني ايه أصلا كلمة عصب المكون الأساسي والوحدة البنائية للجهاز العصبي هي الخلية العصبية الخلية العصبية دي في منها ثلاث أنواع وهم الخلية العصبية الحسية والخلية العصبية الحرقية والخلية العصبية الموصلة وطبعا الموصلة أو الرابطة ما بينهم وبشكل عام قلنا في الفيديوهات اللي قبل كده ان الخلية العصبية بتتكون من جسم الخلية العصبية ومحور والمحور هو اللي بيخرج من الجسم واسمه محور الخلية العصبية او الليفة العصبية محور الخلية العصبية بيكون متغلب بغلاف اسمه الغلاف العصبي او النيوروليمة وكل مجموعة من المحاور العصبية مع بعضها بتكون حزمة اسمها الحزمة العصبية والحزمة العصبية دي بتكون متغلفة بغلاف اسمه غلاف الحزمة وده بيتكون من السيج ضم بيحيد بكل حزمة عصبية نمسك كل مجموعة من الحزم العصبية مع بعضهم بيكونوني في النهاية حاجة اسمها العصب والعصب بيكون متغلب بغلاف من الخارج اسمه غلاف العصب فيبقى كده احنا عرفنا يعني عصب هو عبارة عن مجموعة من ألياف عصبية اتكونت مع بعضها كونتلي حزم عصبية والحزم العصبية مع بعضها كوريتلي العصب وزي ما الخلال العصبية بيكون في منها أنواع العصب برضو بيكون في منه أنواع على حسب الألياف العصبية أو المحاور اللي بيتكون منها فلو العصب بيتكون من محاور عصبية حسية بس يبقى كده اسمه عصب حسي ويبقى كده دور العصب الحسي هو أنه بينقل السيال العصبي الحسي من أعضاء الاستقبال إلى الجهاز العصبي المركزي أعضاء الاستقبال زي الجلد مثلا ولو العصب ده بيتكون من محاول عصبية حرقية بس فبقى كده اسمه عصب حرقي ويبقى دور العصب الحرقي هو انه بينقل الاوامر الحرقية من الجهاز العصب المركزي الى اعضاء الاستجابة زي مثلا العضلات والغدد طيب لو العصب ده بيتكون من محاول عصبية حسية وحرقية مع بعض الاتنين مع بعض هنا يبقى اسمه عصب مختلط او عصب مشترك يعني بيجمع ما بين الاتنين ويبقى كده دور العصب المختلطة هو انها بتنقل السيالات العصبية الحسية من اعضاء الاستقبال زي الجلد الى الجهاز العصبي المركزي وكمان بعد كده بتنقل الاوامر التنبيهية من الجهاز العصبي المركزي الى اعضاء الاستجابة زي الغدد والعضلات ويبقى كده اتجاه انتقال السيال العصبي في العصب الحسي هيكون في اتجاه واحد بس وفي العصب الحرقي برضو هيكون في اتجاه واحد بس إنما في العصب المختلط السائل العصبي بينطاكل في اتجاهين متعاكسين لأنه طبعاً بيتكون من خلايا عصبية حسية بتاني للسائل العصبي في اتجاه وخلايا عصبية حرقية بتاني للسائل العصبي في اتجاه معاكس له وإحنا قلنا إن جهاز العصب الطرفي بيتكون من 12 زوج من العصاب الدماغية اللي بتخرج من الدماغ والعصاب الدماغية دي بيكون في منها عصاب حسية وبيكون في منها أعصاب حرقية وبيكون في منها أعصاب مختلطة إنما الأعصاب الشوكية واللي عددهم 31 زوج واللي طبعا بيخرجوا من النخاع الشوكي كل الأعصاب الشوكية هي عبارة عن أعصاب مختلطة بس يعني حسية وحرقية مع بعض إحنا عارفين إن الحبل الشوكي بيكون موجود داخل العمود الفقري والحبل الشوكي قلنا إن طوله بيكون حوالي 45 سنتيمتر في الشخص البالغ وبيكون موجود داخل قناة عصبية على طول العمود الفقري وبالتالي العصاب الشوكية اللي بتخرج منه بتكون متوزعة على جانبي العمود الفقري في مناطق مختلفة تعالى الأول بس نعرف مناطق العمود الفقري إحنا معانا العمود الفقري بيتكون من 33 فقرة متأسمين على 5 مناطق هنجيبهم من فوق لتحت أول منطية معانا فوق اسمها منطية العنق اللي هي منطية الرابة ومنطية العنق بيكون فيها 7 فقرات عنقية بعد كده المنطية التانية وهي منطية الضهر وبيكون فيها 12 فقرة ظهرية أو بنقول عليها 12 فقرة صدرية بعد كده المنطية التالتة وبيكون فيها 5 فقرات بنقول عليهم 5 فقرات قطنية وبعد كده المنطية الرابعة وهي منطية العجز وبيكون فيها 5 فقرات عجزية والمنطقة الخامسة والأخيرة وهي منطقة العصعص واللي بيكون فيها أربح فقرات عصعصية كل منطقة بيخرج منها عدد من العصاب الشوكية فيه اللي بيكون فيه نفس عدد الفقرات وفيه اللي بيختلف عمنه يعني مثلا العلق فيها سبع فقرات بس ولكن بيخرج منها تمن أزواج من العصاب الشوكية والعصعص بيكون فيه أربح فقرات بس بس بيخرج منه زوج واحد من العصاب الشوكية وباقي المناطق نفس عدد الفقرات هي نفس عدد أزواج الأعصاب في الضهر معنا 12 فقرة وبيخرج بـ 12 زوج من العصاب الشوكية وفي القطنية معنا 5 فقرات وبيخرج 5 أزواج من العصاب الشوكية وكذلك في العجز معنا 5 فقرات عجزية وبيخرج 5 أزواج من العصاب الشوكية فبقى كده احنا معنا إجمالي عدد الفقرات 33 فقرة ولكن إجمالي عدد أزواج الأعصاب 31 زوج من العصاب الشوكية يعني كده عدد الفكرات بيكون اكتر من عدد ازواج العصاب الشوكية احنا قلنا ان كل العصاب الشوكية هي عصاب مختلطة يعني بيكون فيها عصاب حرقية وعصاب حسية والعصاب الشوكية لما بتخرج من الحبل الشوكي بيكون لها جدرين جدر ناحية البطن فبنقول عليه اسم جدر بطني وجدر ناحية الزهر فبنقول عليه جدر زهري الجدر البطني بيحتوي على الالياف الحرقية وبالتالي كده بينهل الرسائل او الاوامر من الدماغ والنخاع الشوكي لعضاء الاستجابة والجدر الثاني اللي هو بيكون ناحية الزهر والاسمه الجدر الزهري بيكون فيه الياف حسية وبالتالي بينهل الرسائل او السلاة العصبية من اعضاء الاستقبال الى الدماغ والنخاع الشوكي فيبقى كده الجدر البطني فيه الياف حرقية وليحفظها بكلمة بحر بطني يبقى حركي والظهري عكسه يبقى حسي بعد كده تعالى نعرف يعني ايه فعل منعكس او القوس الانعكاسي عارف لو انا دلوقتي جيت وشكيتك بتبوس هتسحب ايدك بسرعة او مثلا لساعتك او حتى خضيتك رد فعلك السريع ده اسمه الفعل المنعكس والفعل المنعكس بيحصل خلال القوس الانعكاسي فبقى كده القوس الانعكاسي هو وحدة النشاط العصبي بجسم الانسان القوس الانعكاسي بيتكون بشكل اساسي من عدو الاحساس اللي بنقول عليه عدو الاستقبال يعني بيستقبل الاشارات الحسية زي مثلا الجلد او العين بعد كده بيكون متصل بخلية عصبية حسية بتنل الاشارة الحسية من عدو الاستقبال للنقاع الشوكي فبقى اسمها برضو خلية عصبية واردة والمكون التالت وهو الخلية العصبية الموصلة او الخلية العصبية الرابطة واللي بتكون موجودة داخل المادة الرمضية للنقاع الشوكي وبعد كده الخلية العصبية الحرقية اللي بتاخد الاوامر وتنقلها لعدو الاستجابة فبنقول عليها برضو اسم الخلية العصبية الصادرة واخر حاجة خالص وهو العدو المستجيب او العدو المنفذ زي مثلا العضلات او الغدد ده ببساطة تركيب القوص الانعكاسي ولكن اقل او ابسط مكواس الانعكاسية بيكون فيه اربع مكونات بس لانه مش بيحتوي على الخلية العصبية الموصلة وساعتها بنقول عليه ابسط الاقواس الانعكاسية ولكن بيحتوي على بقى المكونات بشكل طبيعي بنلاحظ في القوص الانعكاسي شوية حاجات مهمة زي مثلا ان جسم الخلية العصبية مش بيكون موجود داخل المادة الرمضية للنقاع الشوكي واللي بيكون موجود داخل المادة الرمضية هو جسم الخلية العصبية الحرقية والخلية العصبية لنوصلها كلها بتكون موجودة داخل المادة الرمضية وبعد دراستنا لأنواع الخلية العصبية كويس جدا هنلاحظ أن الخلية العصبية الحسية بيكون لها محور واحد بيتفرع من جسمها إلى فرعين فرع طويل بينتهي بتركيب شبه الزواد الشجيرية بتكون موجودة في عدو الاستهبال والفرع الثاني بيكون قصير بينتهي في النخاع الشوكي فيبقى كده المسافة ما بين جسم الخلية العصبية وزوايتها الشجيرية أكبر من المسافة ما بين جسم الخلية العصبية الحسية والنهايات العصبية طيب هو القوصة للنكاسي بيكون تحت تأثير النخاع الشوكي ولا الدماغ هو أصلا وظيفة النخاع الشوكي أنه هو المركز الرئيس للأقواص للنكاسية وبالتالي كده القوصة للنكاسي بيكون تحت سيطرة النخاع الشوكي علشان كده بيكون استجابته سريعة لكن مثلا الإحساس بالألم بيكون بطيء مقرارة بالفعل المنعكس بص دلوقتي لو تلسعت من شامعة أو أي حاجة سخنة أول حاجة بتحصل هو أنك بتسحب إيدك بعيد عن المؤثر ده وبعد كده بتبدأ أن أنت تحس بالألم تحس بالألم الفعلي اللي هو الوجع فعلا لما سحبت إيدك ده كان اسمه فعل منعكس لازم يكون سريع لأنه بيني الإشارات مهمة والإشارات دي بتهدد حياة الإنسان علشان كده الفعل المنعكس بيكون تحت سيطرة النخاع الشوكي لكن الإحساس بالألم أو الوجع كان متأخر لأن الإحساس بيكون مسؤول عنه المخ بالتحديد الفص الجداري والمخ استجابته بتكون أبطأ من النخاع الشوكي علشان كده انت بتسحب إيدك الأول وبعد شوية بتبدأ أن انت تحس بالألم لأن سحبان الإيد اسمه فعل منعكس وقلنا أنه هو بيكون تحت سيطرة النخاع الشوكي واللي بيكون أسرع وغارب للمؤثر إنما الإحساس بالألم بيكون أبطأ لأنه تحت تأثير المخ وبالتالي استجابته بتكون أبطأ عن النخاع الشوكي القوص الإنعكاسي بيكون في منه نعين ممكن يكون قوص إنعكاسي إراضي وممكن يكون قوص إنعكاسي لإراضي إراضي يعني العدو المستجيب هو عدو بنقدر أن نحن نتحكم فيه زي مثلا العضلات الأراضية واللي عنعرفها دلوقتي ولا إراضي بيكون متصل بعضو مش بنقدر أن نحن نتحكم فيه زي مثلا العضلات الملساء أو عضلات القلب أو الغدد والغدد زي مثلا البنكرياس والغدد الكسرية وغيرها من الغدد تعال كده نعرف الأول أنواع العضلات بتنقسم إلى نسج العضلية إلى ثلاث أنواع العضلات الملساء والعضلات الهيكلية والعضلات القلبية العضلات الملساء بتكون موجودة عادة في جدار القناة العضمية زي المريء والمعدة والأمعاء علشان تنقبض وتنبسط وبالتالي بتنهل الطعام على طول القناة الهضمية وبالتالي بتعمل حركة اسمها الحركة الدودية وهي عبارة عن مجموعة من الانقبضات والانبساطات على طول القناة الهضمية كمان العضلات الملساء بتكون موجودة في المسائل البولية وبتكون الوجودة في الرحم والأوعية الدموية باختصار كده العضلات الملساة هي كل عضلات الجسم اللي مش بنتحكم فيها لغير عضلات القلب بعد كده العضلات الهيكانية هي كل العضلات اللي بنتحكم فيها وبتكون اتصلة بالعظامة زي عضلات الإيدين وعضلات الرجلين والجزع بعد كده العضلات القلبية وده العضلات اللي بتكون موجودة في القلب وعضلات القلب بتحتوي على أقراس بينية بتربط ما بين الأرياف العضلية وبعضها وبتخلي القلب ينبت بشكل متزن ومنتظم لو هنصنف الثلاث أنواع من حيث الأراضية يعني العضلات اللي بنقدر إننا نتحكم فيها فيبقى العضلات الملساة عضلات لا إراضية يعني مش بنتحكم فيها والعضلات القلبية غير إراضية برضو مش بنتحكم فيها والعضلات الهيكلية هي العضلات الوحيدة العرضية يعني العضلات الوحيدة اللي بنقدر إننا نحن نحركها إنما لو هنصنفهم من حيث شكلهم يعني إن العضلات دي مخططة ولا مش مخططة هتكون العضلات القلبية عضلات مخططة وعضلات الهيكلية برضو بتكون عضلات مخططة إنما العضلات الملساة هي العضلات الوحيدة الغير مخططة حتى من اسمها بنعرف إنها ملساة وغير مخططة يبقى كده العضلات في منهم ثلاث أنواع عضلات ملساة بتكون غير إراضية وغير مخططة وعضلات هيكلية بتكون إراضية ومخططة وعضلات قلبية بتكون غير إراضية ومخططة ودلوقتي لو القوس الإنعكاسي متصل بعضلة مثلا زي الصاق يعني كده عضلة هيكلية إراضية يبقى اسمه قوس إنعكاسي إراضي إنما مثلا لو متصل بعضلات ملساة أو عضلات قلبية أو غدد فيبقى اسمه القوس الإنعكاسي اللاعراضي اشتركوا في القناة